قضية التأثير الاستثنائي في المجتمعات والشعوب ربما يحملها الإنسان فقط على الجانب الغيبي أن الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف عندما يأتي فإن المجتمعات تخضع له وتقبل كلامه وتسير خلفه وهذا لا ريب أن المجتمع يتطور باتجاه البحث عن العدل وعن الحكومة العادلة والكل يدعي أنه يحارب الفساد ويجرب البشر شتى أنواع الأنظمة حتى يصل إلى دولة العدل فهو إذن يبحث عن العدالة لكن القضية ليست تفهم فقط في الجانب الغيبي أن الله يطوع له بشكل غيبي الناس كثير الناس بأجمعهم وإنما قد يكون ما نراه الآن نحن نرى الآن أن بعض المرجعيات الدينية العليا وهي ليست إلا تلامذ للإمام عليه السلام وعجل الله فرجه الشريف ومع ذلك ينظر الناس إلى هذه المرجعيات الدينية على أن أمرها نافذ ويتحر الجميع من تجار وفقراء ومن سياسيين ومن غيرهم يتحر هؤلاء الناس رضا هذه المرجعية هذه صورة مصغرة جدا عن التأثير الاستثنائي الذي يملكه الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف فإذا كان أحد خدمة الإمام عليه السلام يمتلك كل هذا التأثير الاستثنائي والقوي في الناس وفي السياسيين بل بإمكانه أن يقلب حكومات وأن ينشأ أخرى من دون أن يلجأ إلى سلاح وإلى غير ذلك فما ظنك بإمام معصوم مدخر مؤيد من قبل الله عز وجل إننا نستطيع الآن بهذه النماذج وهي نماذج مصغرة للغاية أن نفهم مقدار التأثير الاستثنائي للإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف